اشتركوا في القناة صدر بيان عن ما يسمى مجلس الوزراء الحالي البيان يقول انه مجلس الوزراء الحالي برئاسة محمد الشاع السوداني رئيس الوزراء الحالي وضع شروطا لتولي المناصب العليا في الدولة العراقية اولا دعوني اقول ان هذه الشروط اللي يوضعوها الان بعد عشرين سنة من احتلال العراق بعد عشرين سنة من حكومات حزب الدعوة وعرف منه هذه المصيبة والعملية السياسية بكل كوارثها فالان وضعوا ما يسمونه شروطا لتولي المناصب العليا طبعا قبلها بيوم او بعدها كان محمد الشاع السوداني رئيس الوزراء الحالي يتحدث يقول حكومتي اثبتت خلال ستة اشهر اللي مضت من عملها بطلان الاحكام المسبقة عنها بمعنى انها حققت انجازات وقدمت يعني ونفذت برامج وبنود كبيرة جدا هذا واحد مما يعني يعتقد او يرى او هكذا يريدون ان يضللوا او يطبلوا البعض يطبل له مما نفذته هذه الوزارة واعود مرة اخرى اقول ان هذه شروط وضعتها وضعها مجلس الوزراء برئاسة محمد الشاع السوداني شروط لتولي المناصب العليا بعد عشرين سنة من اقتلال العراق وهذه الحكومات التي دمرت العراق وهذا الفساد والقراب والدمار والتهجير والقتل والمصيبة والاقتصاد المنهار والمخدرات وهو يتحدث عن المخدرات ويقول اه فوكلتنا مخدرات وميليشيات ومصائب وقتل وتغيب وناس رايحة وناس جاية ومقابر جماعية مصيبة كبيرة وتدخلات ومندوب سامي حكمنا وسفيرة الامريكية بكيفة وميليشيات بكيفة تصرح وكيفة تحكم البلد فبالتالي المهم بعد هذه العشرين سنة وضعوا هذه الشروط ما هذه هذه الشروط ثم يعني كما يبدو لي انه هناك ربما تسع شروط ثم اخلوها اي نعم يقول الشروط لا يزيد عمر المرشح لمنصب المدير العام على 55 سنة الحمد لله ماشي طيب وهذا الشروط طبعا موجود من زمان من تأسيس الدولة العراقية ربما شروط يعني لكن اذا يعني ربما يعني لاجل يعني تنشيط الدولة العراقية وكذا كانوا يطلبون يعني عمار صغيرة عقول جديدة عقول منتجة قدرات جسدية وفكرية تستطيع فخلوا يعني يجب ان لا يزيد عمر المرشح لمنصب 55 يتقدم وبعد ينخل يزيد هم يطلعوا التقاعد مدير 65 من 63 ما عرف المهم المهم يقولون طبعا وتزوير العمار هذه هذه ابسط شيء اتنا بالعراق هذه واحدة من ابسط شيء يعني اذا تريد هو يتحو المدني كل الدنيا يطلع لك اهي قضية اهي شكل يقولون حاصل على شهادة جامعية نقطة ثانية حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل وبتخصص ينسجم معه مهام المنصب طوال العشرين سنة كل هذه الاحزاب والقوة في العملية السياسية طبعا كلهم لا يملكون شهادات لكن كلهم شهادنا نعودهم ماجستير ودكتورا قال شيء دكتورا عدوا ومن جامعات لم نسمع باسمها من قبل وجامعات ما معترف بيها وجامعات مبنان وجامعات بيران وجامعات ما دل وين بالهند ما دل وين ما عرف وين جابوا شهادات وصدقت وورا فترة من يتخاصموا مبيناتهم يطلع فلان 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 فد اربعين خمسين نائب ذوله بلا شهادات وذوله كذا وجيبه تدقيق ودي للنزاهة مدري منه وتوافقوا وهذا طلع لا صحيح طلع الشهادة صحيح لا هذا طلع الشهادة مصحيح طردوا وكثير طردوهم وكثير بقوهم هذا تتبع الصراعات السياسية وصراعات المالية والمكاسب فمقصدنا انه الكل لا يحتاج هذا الشرط مفصل لهم هذه الشروط سأقول شيئا يعني فاتني نقوله عندنا مثل بغداد يقول واحد يجيب دقمة يقول يفصلولي قبوط على الدقمة فهم جايبين هذه الشروط مفصلة على جماعتهم بعد عشرين سنة فصلوها حتى يجيبوها حتى الكل ينقبلون فالكل تزوير وشهادات وأولهم وزير التعليم العالي اللي هي وزارة غير معترفة بشهادت اللي يقول دكتوراه معترفة بالجامعة التي التي تخرج منها من بيروت يقول وعبر الأونلاين فهذه النقطة الثانية النقطة الثالثة مراعاة شروط القوانين من الخاصة لبعض المناصب كالخدمة الجامعية الخدمة القضائية التدرج الخارجية وغيرها هذه من مسلمات من تأسيس الدولة العراقية عام 1920 ووضعوا هذه الشروط طبعاً يعني تجيب بس خلال هذه الفترة 20 سنة عيات وناس كثيرين ما لهم علاقة بالجامعة بس جايب شهادة مدلوين قلت لدكتورو لأنه ماكو مستوى ولذلك لذلك قوائم التعليم في العالم أخرجت العراق لأن العراق قالوا ما بي تعليم وجامعات العراقية ما معترض فيها هذا واقع الحال فأنتو جبتوه ولكن هذه الشروط موجودة من السنة السابقة لكن نتخالفوها الآن وراء 20 سنة بعد ما يعني رتبتوا أموركم الآن تتحدثون عنها حتى تجيبون جماعتكم وتقولون هذا الشروط تنطبق عليهم النقطة الرابحة المرشح لمنصب المدير عام لديه خبرة فعلية لا تقل عن عشر سنوات وتدرج في المناصب ما هو طبيعي قوائم العشرين السنة خليتوا ناس مدراء عامين وخليتوا خليتوا موظفين في 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 أقسام معينة ورؤساء أقسام ومدري منه وتدرجوا وعينتهم بالوظائف العامة فبالتالي عنده تدرج الوظيفي والتالي حقلة من عشر سنوات عشرين سنة عنده ويحق لا أنت وإذا ما عنده عشر سنوات يضيفونها من عدهم وتمشي قضيهم ويقول لا النقطة الخامسة يقول المرشح لمنصب وزير أو وكيل وزارة أو مستشار وغيرهم بدرجته لديه خدمة فعلية لا تقل عن خمسطعش سنة في مجال عمل ما نفس خضية مفصل عليكم عشرين سنة صار لكم فوزراءكم كلهم وانتو تناقلون من هاي الوزارة لهاي الوزارة نفس الوجوه ونفس المدراء العامين ونفس المصيبة ونفس وبالتالي يتجيبوه وكل وزارة هو ليش هذا الاختصاص موجود يعني ذول الوزراء الموجودين هنا باختصاص فعلا يعني باختصاصاتهم هم موجودين وكل واحد عنده شهادة مثلا بالفيزياء يحق لتسوي وزير علوم لأنه يفتهم بالفيزياء يعني مهندس يجب أن تخليف وزارة الصناعة لأنه مهندس ويفتهم و يعني وزير الخارجية الآن يعني شفشوني خبرت بالخارجية بالعمل خارجي حتى جبتوا وزير خارجية ما هنتوا تشتغلون بالمحاصصات هذه حصتك وهذه حصتة وهذه حصتة وهذه حصتة فلان حزب وهذه حصتة هاي ست وزراء لكم هاي ست خمس حقائب وهكذا توزعونا وبالتالي هذا الموضوع فهذا اللعب شنو المرشح لمنصب وكيل وزارة لابد أن يكون عمل مستشار أو مديرا عاما لأحدى دوائر الوزارة والجهة غير مرتبطة بوزارة نفس القضية طوال ونرجع نقول طوال 20 سنة عيدتوا الناس مدراء عامين ومستشارين محافظ محافظ واحد عنده 68 مستشار محافظ 68 مستشار أقالهم لكل يوم يعني من تقرأ الخبر شنو مصيبة هاي إذا محافظ عنده 68 مستشار ويقيل هم بيوم واحد شنو القضية يزين الوزير عنده كم مستشار رئيس الوزراء كم معرف منه كم مكتب مصيبة هاي فبالتالي هذه هذه القضايا المضحكة النقطة الأخرى تأيد من هيئتي المسائلة والنزاهة بسلامة موقف المرشح حسن السير والسلوك ما هذه من زمان أنتم طبقية على العالم وهيئتي المسائلة والنزاهة وهذا الراضين عليها بيعبور والمراضين عليها لا يقف هاي وانته والوقوف على هاي هاي يعني الوقوف على رأي الأدلة الجنائية حسن السير والسلوك ولا يكون مؤشح قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف ما كل الذين وافقوا على العملية السياسية ودخلوا بها ارتكبوا جريمة حق العراق مخلة بالشرف مخلة بالوطنية مخلة بكل شيء ما هي تحت الاحتلال وتحت مضلته وتحت أمرة المندوب السامي وتغول ايران شوان هو اوامرهم يأخذوها من برد ولا يستطيع ان يحكم بصوت عراقي برؤي عراقي ماذا واقع الحال فانتو تتحدثون عنه مع ذلك هم مفصل عليكم ودوائر دوائركم ومقابلة لتحديد صلاحية المرشح للمنصب حيث نتائج المقابلة واستمارات التقييم والمعايير المقاروعة سولة مقابلة والمقابلة اللي جات تقعد بها محاصصة من حال حال الوزارات والمدراء العامين فهذه المصيب اللي يعيشها العراق بعد عشرين سنة يضعون شروط غالبية هذه الشروط وضعتها الدولة العراقية قبل تأسيسها من أول تأسيسها الدولة العراقية الحديث عامل تسعمية عشرين ووضعت هذه الشروط وضعوها بأول وزارة وأول المدراء مديرية عامة وضعوا هذا التسلسل ويجيب الشخص المناسب في المكان المناسب وراء عشرين سنة يتحدثون بنفس اللهجة ويضيفون لها أشياء وهذا يذكرني بقضية التعداد العام للسكان طبال عشرين سنة لم يوافقوا على إجراء التعداد يتحججون بخضائيا كثيرا رهاب معرف من ما عندنا فلوس ما عندنا مدرشين هالشغلات الآن يلحون على إجراء التعداد لماذا بعد أن تغولت الطائفية بعد أن تغول التغيير الديمقرافي بعد أن سيطروا على كل مكان يريدون أن تأتي النتائج بما يقولونه في سياساتهم لتعبر عن سياساتهم هذا وقع الحال الآن يريدون تعداد عام للسكان مطلوب حتى يقولون يرجعوا له بعد شمس سنة هذا تعداد العام للسكان يرجعوا له هذا يقول يتشي فهذه نفس اللعدة نفس القضية نفس الوجوه ونفس التصرف ونفس العقلية التي صاغت ذاك القرار صاغت هذا وتصويق غيره وتبقى القضية في إطار المحاصصة في إطار القرار في إطار الدمار للعراق مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة الحين استودعكم الله والسلام عليكم